السلام عليك ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اجمل مطبعين في الدنيا هعمل ايه النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طريق دي طريقة سهلة جدا وبسيطة ماتاخدش اي وقت هي تمشي دوك او بندانة على حسب انتباع اختيارك عتسميها دوك او بندانة هي طبعا سهلة جدا ومنظرها جميل جدا وشيط دي تنفع الاطفال او البنات عادي تمشي وردو اي حاجة الامكانيات بقى مطلوبة عشان نعمل مع بعض التوكة دي هنجيب خيط لونين انا هعملها باللون الابيض والبنبي اا والبنبي بعد كده هنحتاج مؤسس والابرة وهي اللي بينا نشدده اول حاجة هنعملها نعمل عدد من السراسل انا كده اعملت عادي بالبداية وهبتدي اعمل اربا احتاشر غرز السلسلة ثلاثة اربا خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر اتناشر اعملت اربا احتاشر غرز السلسلة وعدخل في اول واحدة دي واعمل اعدخل في اخر واحدة واعمل منزلقة ثلاثة طبعا الخيط ده هندريه تحت الشو اول حاجة هنعمل واحد اتنين و هنعمل غرزة اا عمود بلفة هنعمل الدايرة كلها غرزة عمود بلفة زي ما تشايفين هنعملها كلها فالطريقة دي سهلة جدا عالذكر يا بنات مش صعبة ولا حية اا لو تركزك كويس اا في الفيديو هتعرف يعني سهلة مش صعبة ولا حية طبعا المقاس امانت طبعا المقاس ايمنت احبة طبعا بالوقت كل حالة هقولك ازاي تعمل المقاس طبعا على حسب الدواري اللي هنعملو ديت هتعدي و هتقيشي و هكون لحارة البابينا في المقاس اجي بقى على اخر واحدة و هنعمل غرزة منزلكة هنقفل بمنزلكة كده قدني كده عملت اخر واحدة اهي هنقفلت غرزة منزلكة هنقص الخيط و هندريه طبعا اه بين الغرزة هندريه بين الغرزة وبعدها هنقفل 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 اللون الثاني اللون الثاني هنقفل اللون الثاني هنقفل برضو و اربحتاشر غرزة اه سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتنين تلاتاشر تلاتاشر اربعتاشر اربعتاشر غرزة سلسلة و ندخل في الدايرة دي كده و نعمل اه ندخل طبعا في اخر واحدة هنا كده و نعمل بمنزلكة و بعد كده نرتفع سلسلتين و الخيط اللي زيادة ده هندريه لحت الشغل و بعد كده نعمل غرزة عمود بلسة هنعمل دايرة كلها غرزة عمود بلسة و نكفل بمنزلكة زي منت شايفين كده هفضتين اشتغل كده غرزة عمود بلسة و نكفل بمنزلكة انا كده قفلت اعملت رق دايرة و وفلت بغرزة منزلكة بعد كده بقى هفضل دايل ميدور اعمل بمبي و قبلت واحدة بيضة و واحدة بمبي لحد ما نوصل للمقاس المطلوب و نرجع نكمل التوكة مع بعض كده انا كده اعملت اقول له بقى انا عملتها ازاي انا عملت العدد المطلوب على قد المقاس اللي انا عمري ازاي بعد كده اعملت واحدة تكون لون مختلف و قفلت بهم من الاثنين و طرحت هنا عند السطر دا اعملت سطر كده غرزة نص عمود خاص بغرزة بلون بعضها كده عشان تتلم شوية و بعد كده اعملت غرزة عمود دينفة داير ما يدور من ناحيتان انا بقى بعد ما اعملت كده هشتغل بلون اضيط سطر كده نص عمود انا طبعا كنت قصة و مقفينة كل الخيط حطيدي بقى هنعمل ايه اعمل اشتغل سطر هنا اعمل عند البداء النهاية دي كده و هوسط الخيط دا انا بقى هعرف ادويه بعد كده الخيط اه هتفع هاخد سلسلتين كده و هناخد الخيط دا تحت الشو و هنتيبها نعمل ايه غرزة نص عمود على التوكة كلها هنعمل غرزة نص عمود علشان هتدي منطق جميل جدا و هتقوم لها هتلم التوكة دي كده غرزة نص عمود دي كده غرزة نص عمود طريقة سهلة جدا نتخدش اي وقت و اتمنى ان انتو تجربوها يا بنات والله طريقة جميلة جدا اه حلوة للاطفال و البنات برضه فاتمنى الحابب يجربوه اه اتمنى يعني تجربوها منظر جميل جدا انا هنعمل السطر ده كله غرزة نص عمود و نرجع لكم انا كده اشتغلت السطر اهو سطر ابيض هتحمل كمان واحد برضه انا عملته كده و وقفلت بغرزة جنزولكة هاشتغل كمان السطر في النخية دي هنبتدي برضه نوصل الخير هنبتدي برضه لعند بداء نهاية الشغل هنبتدي برضه نوصل الخير بالطريقة دي هنعمل كمان سطر غرزة نص عمود هنرتفع سلسلتين و نتفع سلسلتين واحد اثنين و هنعمل سطر غرزة لص عمود زي ما اعملنا في السطر اللي قبله و زي ما اعطلكم بنداري اللي خيس زيادة تحت الشغل و مش هيكون بان خالص منظره جميل جدا هنعمل السطر كله كده برزة نص عمود بصراحة التوكا مش محتاجة اي شغل تاني غير كده ده كده تمام خالص لو انت بقى حابة انك تحط في يونكا او اي وردة على التوكا بس يكون لون مختلف طبعا زي ما انت حبت بس انا افضل اللون ده كده كويس خالص مش محتاجة اي لون تاني علشان الوان الكتير طبعا متباش لذيذة واللون ده كده تمام خالص اهو انا اشتغلت كده اللون سطر ابيض تحت كده و ما الت大ب انت بقى لو ح loving انت بقى لو حبت زيني ا الدكا دين اه زي ما انت عايزة طبعا في اشكال كتير تانية هنشاء الله سنفسها مع بعض شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة